علاج آلام الظهر بالأعشاب العسل من المعروف أن العسل يمتلك خواص علاجية تساعد على الشفاء من الأمراض وتخفيف الآلام ولذا ينصح بتناول كوب من الماء الدافئ المضاف لهم العقة من العسل يوميا كما أن هناك نوع من العسل يسمى مانوكا يمكن استخدامه لتدلك الظهر الكركم يساعد تناول كوب من الماء الدافئ المضاف له ملعقة من الكركم في علاج آلام الظهر والعمود الفقري كما يمكن أيضا استخدام الكركم مباشرة على المنطقة المصابة لتخفيف آلامها وذلك بعمل مزيج يشبه العجين مكون من ملعقتان من الكركم وملعقة من العسل وملعقتان من اللبن وبعد مزج المكونات يطبق المزيج على الظهر ويترك عليه لمدة عشرة دقائق يوميا زيت الكافور يمكن استخدام زيت الكافور كعلاج لتدلك منطقة أسفل الظهر ويفضل أخذ حمام دافئ ومن ثم دهان الظهر بزيت الكافور ترجمة نانسي قنقر